بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم اليوم هذا المخلوق الذي يشهد على عظمة الخالق سبحان الله قدرة الله أحيانا دائما تتجلى في المخلوقات الصغيرة جدا وفي المخلوقات الكبيرة طبعا ولكن المخلوقات الصغيرة محيرة بالفعل هذه الصورة ليعسوب يعني انظروا دقة هذا الكائن سبحان الله هنا الصورة تبدو أوضح هذا اليعسوب أيها الأحبة له جناحين رقيقين جدا لدرجة أنك تراه شفافا كل جناح يتألف من طبقات يعني هو يتميز بعدة أجنحة ليس جناحين فقط جناح وجناح عدة أجنحة الطريقة التي تعمل بها هذه الأجنحة حتى ينسق هذه الحركات فلا يقع طريقة حتى الآن حيرت العلماء كيف تستطيع هذه الحشرة التي مثلا طولها أحيانا خمسة سنتيمتر أو أقل كيف تستطيع أن تتحكم بحركة هذه الأجنحة وبهذه السرعة وكيف تستطيع أن تقلع دون على رغم من طول جناحيها وطول الذيل لا تستضم بشيء هذه الحشرة لديها طريقة فريدة من نوعها في الإقلاع لم يستطع البشر حتى الآن أن يقلدوا هذه الطريقة طبعا أيها الأحبة أنا فقط سأرى هذه الصور الحقيقة المحيرة فعلا يعني هنا أنا لدي صورة لعيني اليعسوب أحبة العينين انظروا هذا الرأس معظم حجم الرأس عبارة عن عينين سبحان الله وكل عين فيها آلاف الأعين الصغيرة يعني هذه آية من آيات الله حتى الآن العلم لم يستطع أن يفسر كيف تطورت هذه الأعين فيما لو كان هناك تطور يعني لو كان التطور صحيحا فسروا لنا كيف استطاع ليعسوب أن يطور هذه الأعين المركبة التي تحوي آلاف الأعين الصغيرة أو آلاف العدسات وكيف يستطيع أن يأخذ آلاف الصور من عدسات عينيه ثم يجمعها في دماغه ثم يقوم بتركيبها على بعضها ويتخذ القرار بسرعة فوق سرعة الدماغ البشري يعني لديه قدرة ولديه ردود أفعال أسرع بكثير من الإنسان كيف يستطيع ذلك ما هي الآلية التي تطور بها يعني أنا حقيقة أحب من أي ملحد أو مشكك أو أي إنسان يقتنع بالتطور أن يخبرني كيف جاء هذا النظام الدقيق يعني نحن اليوم لو أردنا تقليد عين الياسوب ليس العينين عين واحدة عين واحدة فقط وجئنا بثلاثة آلاف كاميرا وأردنا فقط أن نوصل هذه الكاميرات مع بعض ثلاثة آلاف كاميرا ثم نخترع جهازا يستطيع أن يكون له ثلاثة آلاف مدخل كل كاميرا لها مدخل ووجدنا جهاز كومبيوتر ضخم يستطيع أن يأخذ هذه الصور ويركبها معا لأن كل كاميرا تلتقط صورة مختلفة عن الأخرى أيها الأحبة طيب لو استطعنا ذلك وقمنا بتركيب هذه الصورة وهذه الصورة تحتاج إلى معالجة ورد فعل وتحليل وإذا استطعنا أن نخترع برنامج لمعالجة وتحليل الصور وتركيبها على بعضها هل تعلموا ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى فريق من المصورين وفريق من التقنيين وفريق من مهندسي الكمبيوتر وفريق من الخبراء وفريق من المبرمجين وآلاف من الناس يشتغلون ولن ينتجوا إلا واحد بالمليار من دقة هذه العين واحد بالمليار طيب كيف تقولون جاءت عن طريق التطور العشوائي أنا أريد أن أفهم كيف تقولون ثم إن عين اليعسوب كما يقول علماء التطور أنفسهم علماء التطور أنفسهم هم من يقول أن عدد الألوان التي يميز بينها اليعسوب أعلى من الإنسان بثلاثة أو أربعة أضعف مجالات الألوان التي يراها اليعسوب أقوى من الإنسان يعني عين اليعسوب أقوى من الإنسان طيب نحن أنا سأقتنع معكم أن نظرية التطور صحيحة أخبروني متى خلق الإنسان ومتى خلق اليعسوب حسب الدراسة التي تحدثنا عنها قبل فترة وهي أكبر دراسة فعال لمحاكاة تطور الحشرات هذه الدراسة أيها الأحبة أثبتت أن هذا اليعسوب على الأقل كان موجودا قبل 200 مليون سنة على الأقل وكان شكله هو نفس هذا الشكل وكانت عينه هي هذه العين لم تتغير كذلك الذباب وكذا دراسة كبيرة جدا شارك فيها علماء من الصين شارك بها واستخدم فيها سوبر كومبيوتر عملاق بحجم مبنى يعني هذا اليعسوب أيها الأحبة خلق لنقول قبل 200 أو 300 مليون سنة طيب المفروض أنه خلال 200 أو 300 مليون سنة حسب القوانين التي وضعها داروين وهي ليست بقوانين هي أفكار وضعها قانون الاستفاء الطبيعي وقانون البقاء للأفضل والأصلح والكذا والكذا ينبغي أن يكون لدى الإنسان عين تتفوق بملايين المرات على هذه العين نجد العكس والعينه ليعسوب تتفوق على عين الإنسان بكثير من حيث السرعة من حيث معالجة البيانات أو الصور القادمة من حيث ردود الأفعال وتركيب الصور على بعضها لديه قدرات خارقة وهو وجد على الأرض وتطور كما تقولون قبل 200 أو 300 مليون سنة أو ربما أكثر طيب أنا أريد أن أفهم ما هذا التطور الذي يرجع بنا للخلف تطور عشوائي لذلك هذه العين والله أيها الأحبة هي فقط هذه العين كافية لنقد نظرية التطور انظروا انظروا هنا أحبتي في الله أنا هذه الصورة تعجبني انظروا إلى الجناح هذا الجناح يا أخي والله الإنسان لديه عقل يفكر هذه المصادفة أنا أريد فقط التركيب هذه لو أردنا أن نأتي بمهندسين الآن ليصنعوا لنا أو ليصمموا لنا الشبكة بهذا الشكل فيها هذه الأضلاع وهذه الزوايا وتحقق نفس المتانة طبعا لا يستطيعون لا توجد مادة في الطبيعة تستطيع الآن لا من الحديد ولا الفولاذ ولا البلاستيك ولا أي مادة تستطيع أن تخترع بها جناحا يشبه جناح لعسوم لا يوجد طيب هذا التصميم فقط انظروا إلى قوة التصميم هنا تشعر وكأنك أمام فولاذ مقوى ومركب بطريقة الهياكل العملاقة هذه طيب هذا مصادفة تقولون مصادفة أليس فيكم رجل الرشيد سبحان الله يعني أنا هنا ختمت بآية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين انظروا أيها الأحبة إلى هذين الجناحين وانظروا هنا إلى قوة إقلاع هذه الحشرة انظروا الأجنحة كيف لديها دقة في التوازن وفي التنسيق تنسيق الحركات أنا أقول لكم يعجز الكمبيوتر عن تقليدها يعجز تماما انظروا إلى حوادث الطيران الطائرة يوجد لها جناحين فقط وثابتين لا يرفرفان على الرغم من ذلك هناك حوادث كثيرة طيران على الرغم من كل التكنولوجيا المتطورة هذا اليعسوب هل رأيتم يعسوبا يعني لديه مشكلة في الإقلاع أو في الهبوط أو في الطيران أو في التوازن لا يوجد لماذا؟ لأنه خلق الله لذلك أيها الأحبة والله يعني الإنسان عندما يتأمل هذا المخلوق هذا الكائن الحي لابد إلا أن يشهد بوجود خالق عظيم منظم لهذا الكون خالق حليم عليم حكيم سبحانه وتعالى ويشهد أن الله هو خالق كل شيء وتحدى المشككين والملحدين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والحمد لله رب العالمين شكرا